أم هدى من أبو ظبي تسأل تقول يعني ما حكم قول تقبل الله بعد كل صلاة حينما ننتهي من الصلاة أختي أم هدى بارك الله فيك صح عن النبي صلى الله عليه وآله سلم أنه قال صلوا كما رأيتمني أصلي صلوا كما رأيتمني أصلي و الصحابة رضي الله عنهم نقلوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل أن يشرع في الصلاة و بعدما ينتهي من الصلاة و حتى يخرج من المسجد ذكروا هذا كله فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله سلم أنه كان يقول بعد كل صلاة تقبل الله منكم ما كان يعني ولم يثبت عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يلتزمون قول تقبل الله بعد كل صلاة وإن كان هذا الدعاء محمود لكن توظيفه في هذا المكان والتزامه بعد كل صلاة يحتاج إلى دليل يعني هل نحن أحرص من الصحابة على الخير مثلا هل نحن أفهم وأعلم من الصحابة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنهم ولذلك الخير وكل الخير في اتباع من سلف من الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى وأعرف من غيرهم بمراد النبي بمقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن أن يقول هذه أحيانا من باب الدعاء لا حرج يعني مرة من المرات مثلا تقبل الله صلاتكم مثلا ما فيها دعاء لكن ألتزمها بعد كل صلاة أوظفها وأكيفها بعد كل صلاة حتى إني إذا ما قلتها أشعر بأني فاقد شيء لا نقول لا لا بد من دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أثر عن الصحابة الكرام